أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشاركة الوفود رفيعة المستوى في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعكسه أهمية تلك الاجتماعات مشينا إلى تدعيات الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم وخلال كلماته أمام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أوضح مدبولي أن تحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي أصبحت قاضية بالغة الخطورة مشاددا على المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تواجه دول العالم أجمع فما لبس العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والتي تمتد آثارها الانتشارية إلى أبعد مما ندركه في الوقت الرائم فقد ألقت هذه المتغيرات والتداعيات بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك والتي تسعى العديد منها في ظل هذه التحديات إلى بزل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل فضلاً عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة ويأتي أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية وما تفرده من فرص وتحديات لعل أبرزها التغير المستمر في أسليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف بما يقتضي من دولنا والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً اشتركوا في القناة